خطوات إنشاء متغير نذهب إلى لبنة المتغيرات ثم إنشاء متغير تظهر النافذة ما هو اسم المتغير نستطيع تسمية المتغير باللغة العربية أو الإنجليزية نستطيع تسميته سواء كان حرف أو اسم أبسط مثال نقوم باختيار الحرف X ثم نختار المتغير لجميع الكائنات أو لهذا الكائن فقط ثم نضغط موافق عند إنشاء المتغير تظهر اللبنات التالية إنشاء متغير أي إنشاء متغير آخر حثمتغير أي حثمتغير X إجعل المتغير X مساوياً لصفر حيث نضع قيمة المتغير نستطيع تغيرها غير X بمقدار واحد نستطيع تغير قيمة المتغير في اللبنات أظهر المتغير حيث يتم إظهار المتغير في المقطع البرمجي اخفى المتغير يتم اخفاء المتغير في المقطع البرمجي